يا هلا والله بالجميع معكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله طيبين كل عام وانتم بخير كل عام وانتم حبايب قلبي والله عام جديد سعيد مليان بالاشياء الحلوة ان شاء الله وبعدين يا جماعة غير العام الجديد مع اتبق اشياء المئة الف كذا ارقام بسيطة خلاص مرة قريبين وهلا باللايك والنشر والعلومة ازاينا على جان ايش نسوي كيكا كذا صغيرة عليها مئة الف حركات ونحتفل بأول انجازات القناة في السنة الجديدة فايب لا تنسى الاشتراك في القناة لو انت مشترك وتفعيل جرس التنبيه عشان توصلك فيديوهاتي اول باول واما بالنسبة الفيديو اليوم واستكمالا لسلسلة قصص الممثلين وبعد منافسة شرسة على تويتر البعض قال عنها انها منافسة غير عادلة والبعض قال عنها انها تفتقر للحنكة شوف يا حبيبي المحنك انت الفقرة هذه فقرتكم انتم انتم تصوتون انا اكتب اصور امنتج وارفع اليوتيوب اللي تمرون عليه من عيون الثنتين اللي تقولونه سمعا وطاعة لو التصويت قال تكلم عن سلوى المطيري بتكلم عنها لو التصويت قال تكلم عن البرت اينشتاين اللي تمرون فيه ما راح اردكم فلو انتم تابعني على تويتر تعال تابعني هناك لو حاب تشارك معنا في التصويت القادم رابط حساباتي كلها موجودة في الوصف ولو عندكم اقتراح لتعديل آلية التصويت يا ريت شاركونية نرحب بجميع الافكار والمقترحات وبناء على ما تم التصويت له فاليوم راح نتكلم عن امي التنانين عن دينيريس تارغاريون عن اميليا ايزابل يوفيميا روز كلارك او مثل ما عرفناها اميليا كلارك وعندها اسماء دلع ثانية صراحة يعني نادوها فيها اصحابه وكذا وهي ميلي او امي بس انت ما ينفع تناديها بهذه الاسماء انت العاشق المجهول اكيد عندك اسم دلع خاص لها كذا مخبي لليوم المنشود يوما ما يا صاحب يشد حيلك خلي عندك ايمان بس انت تستطيع ولدت ايميليا سنة 1986 في انجلترا وبالتحديد في مدينة لندن بمعنى ان عمرها الى تاريخ هذا الفيديو 34 سنة حرام بالله يا وجيه اني مستعدة تزوجها لو انها اكبر مني حتى حرام لصونها ولخونها بس يتجي اوكي اوكي انت تستطيع بالذات مع الاسلوب ذا واو تقدر استمر بس ايميليا كلارك انجليزية الاصل والمنشأ من ام واب انجليزين الاصل برضو يا اخي صعبة انجليزيين ابوها بيتر كلارك كان يشتغل كمهند الصوت في المسرح وتوفي سنة 2016 بعد صراع مع مرض السرطان وامها جينيفر تشتغل في مجال التسويق وعندها اخ اكبر منها اسمه بينيت ويشتغل كمصور سينمائي بل انه كان جزء من طاقم المصورين في مسلسل جيم اوف ترونز اتوقع انها هي اللي وظفته يا جماعة اخو يا مصور جيبوه تكفون ميليا كلارك سألوها في احد اللقاءات وقالو لها لو ما حصلت لك فرصة انك تصيري ممثلة ايش راح تصير يا ترى ردت وقالت مهندسة معمارية مغنية مصمم متجرة فيكس حاجة زي كده صراحة انا ما ادري عن مهندسة معمارية ولا ادري عن مصمم متجرة فيكس ما شفتها تبني عمارة ولا شفتها تسوي اديت على الانستجرام ولكن كمغنية وللامانة يعني سمعت صوتها في فيلم لاست كريسمس اللي نزل سنة 2019 وكان صوتها جميل هيب ايميليا يا جماعة عانت من مرض تمدد الاوعية الدموية في المخ وشاركت بعض الصور مع جمهورها اثناء علاجها وكانت بالتحديد بعد تصوير الموسم الثاني من جيم اوف ترونز وصرحت انها عانت معاناة شديدة مع هذا المرض استمرت لحوالي ثمان سنوات المرض يا جماعة جدا جدا اتعبها وكان تجربة مؤلمة بالنسبة لها بل انها صرحت وقالت انها اكثر من مرة لما كان يشتد عليها الالم وتروح المستشفى كانت تطلب من الاطباء وتقول لهم ارجوكم اتركوني اموت انا مو قادرة اتحمل الالم ولكن بعد كفاح وعدة عمليات جراحية وكورسات علاجية تعالجت ايميليا من المرض تماما وقامت بالسلامة الف سلامة يوم التنينين في ليتل فينجر ولا فيك في رمزي ولا فيك في عبدو حريقة ولا فيك فيني ولا فيك يا كوكو فيني ولا فيك كوكو كوكو اوكي كاليسي اوكي اوكي ايميليا يا جماعة ولما كان عمرها ثلاث سنوات امها اخذتها الى احد العروضة المسرحية اللي ابوها كان يشتغل فيها كمهندس صوت وتقول امها انها لما رجعت منها ذاك العرض المسرحي بالتحديد قالت لها شوف يا ماما انا ابغى اصير ممثلة امها قالت لها اوكي اللي انت عايزي يا بنتي وبالفعل هذه كانت اولى شرارات سعيها وراء تحقيق حلمها وهي انها تصير ممثلة وبالفعل لما صارت كبيرة بما فيها الكفاية قدمت للدراسة في مدرسة او معهد لندن للدراما وهي نفس المدرسة اللي تخرج منها كثير من الممثلين البريطانيين مثل توم هارديو مايكل فاسبندر بعد تخرجها وقبل ما تحصل على دورها في مسلسل جيم اوف ترونز شاركت في حلقة واحدة من مسلسل تلفزيوني اسمه دوكتورز سنة 2009 مسلسل نايم مسلسل ما ادري ايش يبغى في الحياة بس الغريب انه المسلسل بدأ من عشرين سنة وما زال يعرض الى الان ومجموع حلقاته اتجاوزت 3900 حلقة انا اكيدا مسلسل تلفزيوني ما ادري مين يشوفه صراحة عموما ما علينا من هذا المسلسل الخربوطة الفكرة انها شاركت في حلقة واحدة منه وهذه كانت بدايتها بعدها حصلت على دور في فيلم تلفزيوني اسمه تراياسيك اتاك سنة 2010 وبرضه كان فيلم مشي حالك وما ضاف لها اي شيء بل انها بعد المشاركتين هذي الاولى اللي يعني جوبها دخلت في المجال وشاركت في المشاركتين جاها احباط ايش هذه البداية المعفنة ام التعطيم يا شيخ وبالفعل بعدها توجهت لسوق العمل واشتغلت في اكثر من وظيفة اشتغلت موظفة تقديم مشروبات في مقهى واشتغلت مقدمة اطعمة في عدة مطاعم واشتغلت في مراكز الاتصال او الكول سنتر فامين اللي ايش يردوا عليك حقي ايش طف المودي مشغله نفس الوظيفة هذا الكلام قبل ما تحصل على دورها في game of thrones حلو الكلام حلو الكلام وفي نفس العام 2010 قدمت على تجارب اداء مسلسل game of thrones وقالت انها ما كانت تتوقع انها راح تحصل على الدور يعني تعرفون حكاية يابويا قدم اوراقك ان جات جات وان ما جات منت خسران حاقة ان تقدم وخلاص والله يا حبيبي بالفعل اميليا زبطت اوراقها وزبطت سي في وصور وكذا حركت المم يا حبيب انها رسلت اوراقها والمفاجأ انهم بعد فترة تواصلوا معها الو اميليا تعالين بغاك تسوي تجربة اداء البنت قالت احيه معقولك اذا يلعنهم الفلة وبالفعل شالت نفسها وعملت تجارب الاداء وكان في منافسة شريسة ما بينها وما بين الممثلة تامزين ميرشانت على دور كاليسي ولكن واخيرا وبعد فترة ليست طويلة رجعوا تواصلوا معها وقالوا لها الو اميليا كيف حالك يا بتي مبروك عليك الدور لقد حصلتي على الدور انت الان رسميا دينيريس تارغاريان ولكم ان تتخيلوا الصدمة والفرحة ولكم ان تتخيلوا المشاعر المتخر بطلجاتها ودور دينيريس او كاليسي كان بمثابة الانفجار لمسيرتها خيل كده تبدأ بدائم عفنة وبدأ تشتغل في مطامع ومقاهي وكول سنتر وفجأة تصير دينيريس اوف اوفي الانتصار كانت لحظة لا تنسى انا متأكد اما بالنسبة للراتب او الاجر اللي اخذته عن دورها في مسلسل game of thrones الموسم الاولى الثلاثة ما في معلومة اكيدة عن كم كانت تاخذ ما هي موجودة المعلومة دي صراحة ولكن الموسم الرابع والخامس كانت تاخذ حوالي 300 الف دولار عن كل حلقة اوف والموسم السابع كانت تاخذ حوالي 500 الف دولار عن كل حلقة اوهوهو والموسم الاخير كانت تاخذ مليون ومائتين الف دولار عن كل حلقة واو واو يا الانجاز وحاليا ثروتها تقدر بحوالي 20 مليون دولار فاكرين يا جماعة حكايتها مع مرض تمدد الاوعية اللي حكيتكم عنه من شوي ياب يا السلام هو ده ايميليا بعد ما صار عندها هذه الثروة وهذا المبلغ الكبير في حسابها البنكي ما راح تفل ولا راح تنبسط وتصرف فلوسها بل انها اسست جمعية معنية بمساعدة الناس اللي يعانون من نفس هذا المرض وقالت فيما معناه يعني انه هذهك التجربة المرضية وهذاك الصراع كان من اكثر الاشياء اللي تعبتها في حياتها سواء جسديا او نفسيا وهي الان عندها هدف انها تحاول تساعد اكبر عدد من الاشخاص اللي يعانون من هذا المرض في سنة 2014 وبعد مشاركتها في صراع العروش حاولت ايميليا انها تدخل الى عالم مارفل السينمائي وقدمت على تجربة اداء في فيلم كابتن امريكا The Winter Soldier علشان يعني كان ودها تقدم دور شخصية العميلة او ايجنت كيت كارتر ولكن بعد تجربة الاداء وللأسف ولسوء حظها راحت دور للممثلة ايميلي فان كامب حاني حاولت استطعنا بس ما استطعنا مو بس مارفل حتى في عالم دي سي كانت مرشحة لتقديم دور شخصية انشانترس في الجزء الاول من سلسلة سويسايد سكواد اللي نزل سنة 2016 ولكن بطريقة ما راحت دور للممثلة والموديل كارا ديرفين يعانو عشانها ارخص فلوس يعانو يعني نصيبه وفي العام 2015 حصلت على دور قد يعتبر واحد من اهم ادوارها بعد دور دينيريس او على الاقل كانت تتوقع كذا هي في الجزء الخامس من سلسلة ترموناتر وصفت فرحتها بحصولها على هذاك الدور وقالت انها كانت لحظة جنونية واللي عزز هذا الشي وخلاها تنبسط اكثر بهذا الدور انها كانت تحب سلسلة ترموناتر من يوم كانت صغيرة بل انها معجبة كبيرة بشخصية ارنولد في هذه السلسلة فحكاية انها تحصل على دور سارا كونر كان بمثابة شي واو ولكن للأسف يا فرحة ما تمت بعد تصوير الفيلم وبعد عرضه بالرغم من نجاحه في شباك التذاكر العالمي الا انها وصفت تجربتها فيه بانها كانت غير جيدة على الاطلاق فضلا عن التقييمات ومراجعات الفيلم المخيبة للأمال غير انها وصفت المخرج آلين تايلور واللي اخرج هذاك الفيلم بانه كان غير مناسب لاخراج الفيلم غير انه كان مرة كريفة مواقع التصوير وتعاملوا مع الممثلين كان مرة غير احترافي واجواء التصوير كده بشكل عام تقول كانت مرة كئيبة وتعيسة كده كل الممثلين تقولوا كانوا طفشانين يبغوا يخلصوا الفيلم وينقلعوا خلاص ايب فرحتها في المشاركة في هذا الفيلم تحولت الى نكد في النهاية وفي العام 2016 شاركت في فيلم درامي رومانسي اسمه me before you وهذا واحد من اهم وانجح ادوارها بعد game of thrones وقدمت فيه دور بينت تساعد او تشتغل عند شخص مقعد وتبدأ تطور علاقتهم وتتحول من مجرد عمل الى شي اخر وحب وكده فيلم جميل واحداث ومشتقة من الرواية تحمل نفس الاسم وكمية المشاعر يا جماعة اللي في هذا الفيلم كفيلة انها تخليك تحس بكل انواع المشاعر حب حزم اشتياق سعادة كآبة كل شي صراحة لايفودكم الفيلم مرة جميل بالذات اذا انت تحب الدراما والرومانسية ودور ايميليا فيه كان مرة رهيب وشخصيتها جدا ضريفة وفي العام 2016 شاركت في فيلم اسمه voice from stone فيلم خربوطة لا تفكروا تتابعوه مرة انسوه مرة كذا كان نمو موجود وفي العام 2018 شاركت في فيلم سولو star wars story صراحة ما تابعت الفيلم وسلسلة star wars بكبرى ما ادري متى اتابعها يا رب ابدأ تابعها يا رب كل ما اقول يلا خلاص بتابعها اكانسل واسحب عليها مع اني متأكد مليون فيلمية اني راح اندم على كل لحظة اجلت متابعة السلسلة فيها لكن ما عليه يوما ما راح ابدأ تابعها ان شاء الله في هذه السنة الجديدة نحط واحد من هداف السنة انك تتابع star wars بعدها وفي العام 2019 شاركت في فيلم خربوطة ثاني اسمه above suspicion برضو فيلم بطيخة تقييمه حوالي خمسة ونوص من عشرة مسكينة مسكينة مادري اختيارها مادري اش قاعد سوي صراحة اميليا وفي نفس السنة 2019 شاركت في فيلم last christmas فيلم للامانة ما بين حلو جيد ما هو سيء صراحة يعني فيلم كده يوسع الصدر يغلق لك اللي لا فاهم عليها وقدمت فيه دور بين تحظها تعيس للغاية وحياتها متخربطة وتفتقر للسعادة والاستقرار عالقة ما بين قراراتها السيئة وما بين اهمالها ولا مبالاة اللي عندها وفجأة تلتقي بشاب وتبدأ حياتها بالتطور والاختلاف ويب هو هذا الفيلم اللي غنت فيه واخيرا وفي عامنا الحالي 2020 تعارفين سنة 2020 اصلا ايش سنة الله لا يعيدها الاخت شاركت في فيلم مره رخيص مره رخيص شوفوا التقييم شوفوا التقييم وحكموا انتوا بنفسكم يمكن وين يمكن هذا اكيد هذا ارخص فيلم شاركت فيه مسيرتها كلها كيف وافقت عليه انت كيف وافقت عليه يا اميليا ليش ليش يا ليش ليش يا كاليسي ليه ليش كذا اضح انه معاد تيجيها عروضة يا جماعة واضح انها ورطانة ايش هذا ارحموها يا هذي ام التنينين هذي كاليسي يظه يا جماعة لو في شيء باللحظه في مسيرة هذه الممثلة اللطيفة والجميلة هو انه اختياراتها سيئة جدا يعني دورها في صراع العوش ما كان عليه غبار اداء رهيب وشخصية جميلة وحلو كل شيء كل شيء ممتاز كان فيها وشخصية دينايرس بشكل عام يعني اشهر من نار على العالم يعني كل مخرج في هذا العالم انا متأكد انه يعرفها يعني كان بامكانها توظف هذه الشهرة بالشكل الصحيح لو انها عرفت تدير اعمالها وتختار ادوارها بالشكل الصحيح ولكن للأسف هذه هوليوود قليلين هم الممثلين اللي يكونوا انتقائين ويعرفون يختاروا ادوارهم صح وللأسف اميليا مش واحدة منهم بس حط في بالكم يا جماعة انه في امل لانه اميليا صار لها تقريبا عشر سنوات في مجال السينما والتلفزيون معظمها قضتها في مسلسل سراع العروش يعني ما زال في امل ما زال في فرصة كبيرة اننا نشوف لها ادوار حلوة في المستقبل انتو بس ايش اصبروا وصابروا ما في شيء مستحيل هي بس لو تروق وتختار كويس وقبل ما توقع العقود تشوف ايش القصة واش الشي اللي قاعد تمثله اما حكاية خش علي ما يشلح ارجوك يا ام التنانين نحن نعرفك انسانة محنكة وتفكري قبل ما تتخذي قرار وبس والله الى هنا نكون وصلنا نهاية الفيديو لا تنسوا الاعجاب في الفيديو علشان يوصل لكبر عدد المتابعين وعشان نوصل مية الف يعني في وقت سريع واذا ما كنت مشترك في القناة اشترك وفعل جرس التنبيهات عشان توصلك فيديوهاتي اول باول كم معاكم الوجيه اشوفكم في الفيديو القادم